السلام عليكم في فيديو اليوم سوف ننجز الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا دورة عادية سنة 2022 لكل الشعب العلمية والتقنية سوف ننجز الانشاء وكالعادة سأترك لكم بلاي لست بها جميل الامتحانات السابقة التي قمت بإنجازها للباكالوريا هنا في الرايتين لدي 10 نقاط 10 points ولدي يعدو task 1 and 2 يعني قم بالمهمة الأولى والمهمة الثانية task الأول به أربع نقاط وال task الثاني به ستة نقاط المهمة الأولى هنا مطلوب مني complete the following paragraph about how your school celebrated women's day this year يعني أتمي الفقرة التالية حول كيف احتفلت مدرستك باليوم العالمي للمرأة هذا العام كما قلنا لدي أربع نقاط ولدي الفقرة تتدع ب on march 8 يعني في تمانية من مارس our school celebrated women's day مدرستنا احتفلت باليوم العالمي للمرأة we did a lot of activities لقد قمنا بالعديد من الأنشطة إذن في الجواب عن هذا السؤال سأكتب فقرة كالتالي on 8 march our school celebrated women's day we did a lot of activities first we make a big celebration for the women teachers that we have in our school and give them gifts and thank them for all the things that they did for us يعني في بداية قمنا باحتفال كبير للمعلمات النساء التي لدينا في مدرستنا وقدمنا لهم الهدايا وشكرناهم على كل أشياء التي فعلوها من أجلينا second we look at the history of international women's day and talk about it يعني بعد هذا الثانيا نظرنا في التاريخ ليوم العالمي للمرأة وتحدثنا عنه next يعني بعد ذلك we split our classroom into small groups and we explore famous and non famous women from history قمنا بتقسيم فصلنا الدراسي إلى مجموعة صغيرة وبحثنا واكتشفنا أو استكشفنا نساء مشهورات وغير مشهورات من التاريخ then بعد ذلك each group talk about one of the women because there are many heroines from history that we commonly misconference in history lessons يعني بعد ذلك تحدثت كل مجموعة عن امرأة أو عن نساء لأن هناك العديد من البطلات من التاريخ أو من البطلات في التاريخ الذين عادة ما نفتقد تغطيتهم في دروس التاريخ women's day is a big celebration that we always should celebrate it to honor women for their achievements يعني أن اليوم العالمي للمرأة أو يوم المرأة هو احتفال كبير يجب أن نحتفل به دائما لتكريم النساء على إنجازاتهن إذن هذا بالنسبة للتاسك الأول أما التاسك الثاني لدي هنا six points يعني ست نقاط ولدي السؤال يقول you have noticed that parks, green areas and forests are disappearing fast in your region لقد لاحظت أن الحضائق والمساحات الخضراء والغابات تختفي بسرعة في منطقتك write an article to be published in your school e-magazine about the causes and consequences of this phenomenon suggest possible solutions يعني المطلوب مني هنا أن أكتب مقال ينشر في مجلة مدرسة الإلكترونية حول أسباب هذه الظاهرة ونتائجها وأن أقترح بعض الحلول الممكنة إذن هنا المطلوب مني هو أن أكتب مقال صغير يعني سأكتب بضعة أسطر لن أكتب مقال كبير بل فقط بضعة أسطر وتكون ملخصة وبها معلومات حول اختفاء المناطق الخضراء والحضائق والغابات في منطقتي إذن في الجواب سأكتب كالتالي we all noticed that park, green areas and forests are disappearing fast in our region لقد لاحظنا جميعا أن الحضائق والمساحات الخضراء والغابات تختفي بسرعة في منطقتنا and the main cause is pollution from factories and people who drop their garbage everywhere والسبب الرئيسي هو التلوث من المصانع والأشخاص الذين يرقون نفاياتهم في كل مكان deforestation also has a bad impact on green areas because there is a lot of people who deforestate forests to supply paper and wood products كما أن الإزالة الغابات تأثير سيء على المناطق الخضراء لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين يقطعون الغابات لكي يتزودوا بالورق والمنتجات الخشبية air pollution and deforestation leads to the inability of breathing and diseases for both human and for animals يعني أن يؤدي تلوث الهواء وإزالة الغابات إلى عدم القدرة على التنفس والأمراض لكل من الإنسان والحيوان كما تلاحظون في الأول قلنا causes والآن قلنا consequences أما الآن سوف نقترح بعد الحلول بالنسبة للحلول لقد قلت In order to stop this phenomena we should reduce the pollution by making factories environmentally friendly and plant more trees يعني من أجل وقف هذه الظاهرة يعني ظاهرة قلة المناطق الخضراء في منطقتنا يجب أن نحد من التلاوت وذلك بيجعل المصانع صديقة للبيعة وأن نزرع المزيد من الأشجار إذن كان هذا هو فيديو اليوم أتمنى أن تكونوا استفدتم إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركتها مع أصدقائكم وسنلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر